موسيقى عندما يمكن للصحراء القاحل أن تتحول إلى مصدر للثروة وحلا للأزمة الغدائية يحصد الجنوب الجزائري اهتمام الخبراء والمختصين في الأمن الغذائي معادلة لا يمكن بلوغها دون توفير المياه هذا العامل الحيوي الذي باتت طريقة استغلاله في الجنوب تطرح الكثير من المخاوف الآن في الجنوب نالكبير يوجد عملية تطرح الكثير من المخاوف التوعية والتحسيس بضرورة ترشيد استغلال المياه الجوفية قد لا يكفيان لحل المشكل فالاختيار المدروس للمحاصيل المراد زرعتها حسب خصوصيات كل منطقة أمر إلزامي قبل مباشرة أي مشروع استصلاح مباشرة أي مشروع استصلاح في الجنوب يجب أن نتردد أن لا تستطيع عمل ما يجب أن نتعرض يجب أن نكون ذكي لن نتعرض لدينا لأننا نرى سنتين من تكتار لدينا لدينا نرى سحراوية فإن بعض الدول الجارة راهنت على هذا الجانب من الأبحاث وحصدت نتائجه في 2016 قلنا علش ما نحاولوش عن طريق نبدة الحلفة اللي هي نبدة متواجدة كثافة في الجنوب التونسي نحاولو نشتخج منها السكر اللي نحاولوه عن طريق التخمير ولا الفغمونتاسيون نحاولوه إلى الإتانول وحب ربي وبارك ونجح المنال المجموعة لتخدم تحت شرافيانا لنجمنا لقينا ديبيو إتانول عن طريق نبدة الحلفة توفير الأمن الطاقوي والمائي والغذائي تحدي تعمل الجزائر جاهدة لرفعه يبقى بلوغه متوقفا على تقديم الأولوية لتكوين الموارد البشرية للحصول على القدرات والخبرات في هذه المجالة الاستراتيجية ترجمة نانسي قنقر